لماذا يبدو هناك نوع من التفاؤل في مصار مفاوضات التوصل إلى صفقة في غزة؟ البعض يربطها بضربتي إسرائيل في إيران وفي ضاحية لبنان الجنوبية لكن كيف؟ مصادر مطلعة أشارت إلى أن هناك عناصر جديدة دخلت على الخط وهي أن قرار إيران وحزب الله بالرد على الاعتداءات والاغتيالات الإسرائيلية دفع الجميع بالتحرك لمنع الانزلاق نحو حرب إقليمية واسعة بينما توقعت مصادر ديبلوماسية أن يبقى الوضع الميداني الراهن بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل على حاله تحت قواعد اشتباك غير معلنة لتذهب نحو إشعال حرب واسعة أيضا تريس في مصير الردين الذين تتوعد بهما إيران وحزب الله على إسرائيل هذا وأوضحت مصادر أن الطرفين الأمريكي والإسرائيلي يعتقدان أنهما ببثهم أجواء من التفاؤل يؤخران ردود إيران وحزب الله حتى أنهما يعولان على عدم حصول هذه الردود مع الإشارة هنا إلى أن وسائل العلام إسرائيلية أفادت أن الداخل الإسرائيلي يقدر أن حزب الله سيهاجم لأنه ينتظر أي هفوة في المفاوضات المرتقبة في القاهرة لكي يطلق النار نحو تل أبيب بحسب المصادر ذاتها فسرت بأن الضغط الذي مارسه وزيراء خارجية فرنسا وبريطانيا لإنجاح المفاوضات أصبح يضع لبنان كأولوية مماثلة لأولوية وقف الحرب في غزة إذ أن الوزيرين حساء إسرائيل وحزب الله ولبنان على الانخراط في محادثات بقيادة أمريكا على أساس المبادئ التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الرقم 1701 بحسب المعلومات أيضا فإن حزب الله لم يعطي أي أجوبة لأي من الوسطاء العرب والغربيين الذين زاروا لبنان مؤخرا والذين دعوا لضبط النفس وعدم توجيه أي رد على إسرائيل